انا عايز اتكلم عن محمد صلاح يعني بجد لانه الفترة اللي فاتت محمد تم انتقاده بشدة بشدة وبالمناسبة هو مش زعلان محمد مش زعلان ليه لانه بيقول انه في الاخر انا بلعب باسم بلدي ونفسي اكسب انا قلت لحضراتكو هنا قبل كده ان محمد صلاح تقريبا كل يوم تقريبا كل يوم بيعمل محاضرة مع كل اللاعبين من او محاضرة طويلة حوالي تلت ساعة او نص ساعة انا اتأكدت الكلام ده من يعني من الناس اللي بتعمل كده كل الناس بتقول هذا الكلام محمد بيحب هذا البلد بكل ما قوتها من قوة ممكن يكون وحش في بعض المباراة ده طبيعي كل اللاعبت الكرة كده جماعة امتى نبقى نشد عليهم وامتى نقول لهم انتوا كويسين يستحق النهاردة ان احنا نقول محمد صلاح جاب الجن الاول وعمل الجن التاني الكرتين بس اللي عمله انا مش عايز اكتر من كده من محمد صلاح خلال الفترة اللي جاية فالحقيقة محمد صلاح يستحق كل الاشادة وكل الاحترام وهو طبعا هو هيظل دائما فخر العرب ولكن ما عنديش مشكلة ان انا في يوم من الايام انتقد اداء اداء محمد صلاح لكن في نفس الوقت بقول قد ان احنا عندنا قائد عظيم جوه الملعب بيقدر يعمل كل حاجة والحقيقة التواصل اللي ما بينه وما بين كيروش واضح جدا جدا النهاردة محمد افضل لاعب في هذه المباراة محمد صلاح افضل لاعب في هذه المباراة يستحقها وعن جدارة محمد يستحق كل التحية كل التقدير كل الاحترام ان شاء الله ان شاء الله المباراة القادمة امام الكاميرو ان تبقى الامور افضل لبعدها ان شاء الله نفوز بهذه البطولة على الرغم من المباراة اللي جاية مباراة صعبة جوه الملعب وبرا الملعب اشتركوا في القناة